بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا مع شابتر خمسة Centrifugal Pumps هنتكلم النهاردة عن الجزء السادس Working Principle of Centrifugal Pump فكرة العمل الخاصة بالcentrifugal pump الcentrifugal pump زي ما اتفقنا بتتكون من شكل أساسي من الامبلر او الجزء الدوار والكيسنج الشافت راكب على الامبلر طبعا الشافت لما بيدور بينقل الحركة الامبلر ده وبتبدأ الرياش دي تدور نتيجة الدواران الرياش دي بتبدأ تدفع المية بقوة طرد مركزي ولذلك هي تسمى Centrifugal Pump يعني لو انت عندك جسم وهذا الجسم أثناء الدواران أثناء الحركة الدوارانية بتنشأ قوة خارجة في اتجاه الريدياس في اتجاه الخارج للريدياس هذه القوة تسمى قوة الطرد المركزي او Centrifugal Force طبعا لما بتنشأ هذه القوة على المية بتبدأ المية تدخل تخرج من مسار الرياش بالشكل ده وطبعا نتيجة وجود الكيسنج بتبدأ تتجمع هذه المية علشان تخرج في المخرج الوحيد المسموح بالحركة اللي هو مسار الديست شارج اللي بيتوصل بعد كده على السيستم ده معناه ان البسج بتاعة البمب يعني الامبيلر دي لازم تكون بالكامل مليانة بالمية يعني ما ينفعش تبدأ تشغيل البمب وتكون البمب دي تفاضية من المية لأنها لو فاضية نتيجة الحركة مليانة هوى مثلا نتيجة الحركة الدوارانية الرياش دي مش هتقدر تدف الهوى أو تدفعه بشكل قوي يسمح بخروجه ولذلك مفيش مية جديدة هتدخل لأن أثناء الحركة دي لما بيحصل اندفاع للمية نتيجة الطرد المركزي بيحصل في المنطقة في مدخل الامبيلر هنا حاجة اسمها الفاكيوم أو التفريغ الفاكيوم ده يسمح بما أن مفيش أي مداخل تانية غير مكان الساكشن فيسمح بدخول مية جديدة وهكذا وتستمر الحركة طالما الريش أو البسج كلها مليانة مليئة بالماء لذلك انت لما تيجي تشوف المدخل اللي عندك في البيت مثلا بتلاقي فيه زي فتحة مصمار كده والفتحة دي لما يكون البمب مش شغالة بتعمل ايه بتفتح الفتحة دي وبتبدأ تعبي مية أو بمعنى آخر تحضر البمب بالمية لأن ده معناه أن البسج كلها فاضية لما بتيجي تشغالها بتفضل الريش تلف على الفاضي وما بيحصلش طبعا خروج للماء للمية فانت بتملل بسج تاني مية فبيحصل بعد كده كوت الطرد المركزي وبيحصل ساكشن أو شفت للماء وبعد كده تبدأ الدايرة تشتغل بشكل منتظم ترجمة نانسي قنقر